اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نقش اليوم عودة الانتفاضة الشعبية في لبنان إلى الشوارع رغم التفشي وباء كورونا هل توحش الأزمة الاقتصادية في هذا البلد يفوق توحش كورونا وما السيناريوهات التي تنتظر لبنان بعد الانهيار السريع في عملته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما الذي يعني هذا التدهور السريع في الحياة الاقتصادية اللبنانية ومن يتحمل مسؤوليته هل أنها تفشي وباء كورونا وانهيار أسواق النفط اي فرصة للحكومة التي يرفضها الشارع أصلا لإحداث تحول ولو محدود وبعيدا عن الصراعات الداخلية اللبنانية وقيام رئيس الحكومة اللبنانية برمي كرة المسؤولية إلى حاكم المصرف المركزي ما الدور المنوط بالحكومات التي تعيش بلدانها أزمات والضربات كما لبنان نفسه والعراق ولماذا تتمسك بعض التيارات السياسية بهذه المهمة ولا تستطيع حل الأزمات التي تكبر بسرعة كبيرة أسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين ومن العاصمة اللبنانية أيضا الأكاديمي والبحث الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة يشاركنا في الحوار من لندن الخبير الاقتصادي دكتور محمد حيدر نبدأ نقاش بعد تقرير دخل الجوع إلى منازلهم فخرجوا للشوارع للتعبير عن غضبهم في احتجاجات عمت مختلفة المناطق اللبنانية بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة وما تبعه من انفلات كبير بأسعار المواد الغذائية القوى السياسية في هذه الأثناء اكتفت بتبادل الاتهامات فيما بينها بشأن مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في ظل غياب إجراءات لوقف تدهور سعر الليرة مقابل سعر الدولار اليوم أربعة آلاف يصل ويقفز في الأربعة آلاف الدولار ولا نجد الدولار ولا نجد السلع الأساسية حتى نحن أمام مصار خطير جدا هذا هو الأمر هل القول من احتحم المسؤولية يجب أن نضع الجانبا ذلك ونذهب إلى الحل ما هو الحل حتى هذه اللحظة من بأيديهم الحل لم يقدموا على الحل وهي هذا هو ما سيضعنا أمام المجهول حاكم مصر في لبنان من جانبه أصدرات عميما يلزم محل صيرفة تثبيت سعر صرف الدولار عند حدود ثلاثة آلاف ومئتي ليرة ليمتنع عدد منها عن بيع الدولار واقع يعكس مدى الأزمة النقدية التي وصلت إليها البلاد من تقريبا ثلاثة عربعة شهور ونحن نعاني من الصرفين الذين غير مرخصين والذين على الطرقات والذين صار أعدادهم بيوازي أعداد المرخص بمرتين وثلاثة وأكثر من هيك في عنا الأبليكيشن اللي هي عبتسعر واللي عبتطلع بأسعار خيالية من وراها ما حدا عارف مين أي جهة قاعدة عبتلعب بسعر الدولار لحتى يكون له تأثير سلبي على المواطن أزمة مالية خانقة يؤكد محللون اقتصاديون أنها كشفت البلاد على الصعيد الخارجي في ظل تحذيرات غربية من مغبة الاستمرار بالتجاذبات السياسية دون إجراء إصلاحات جذرية بشكل عاجل وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي التي نادى بها قبل فترة تعقيدات المشهد اللبناني في ظل خلافات سياسية تنذر بانفجار اجتماعي غير مسبوق لن يكون الوضع الأمني بمنئا عنه كما بات يتوقع الجميع أحمد شلحة لبرنامجي ولنا وقف بيروت أستاذ علي الأمين أبدأ معك هل نشهد اليوم انطلاق ثانية لثورة التشريل التي أوقفها كورونا؟ تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام أكيد في ظل المعطيات التي يعيشها اليوم اللبناني على مستوى الأزمة المعيشية الاقتصادية الانهيار وحتى الانهيار الذي ليس له قرار غير واضح الأمور كيف تتجه إذا أخذنا المعيار موضوع سعر صرف الليرة بالنسبة للدولار كل يوم هناك حديث اليوم القيل أن أربعة تلاف أصبحت اليوم كانت كما هو معلوم قبل أشهر عديدة ألف وخمسمائة هو هذا السعر الذي كان حوالي ثلاث أضعاف اليوم يجري الحديث عن أنه ممكن يصل إلى العشرين ألف وبالتالي هنا خطورة المسألة بمعنى أن الناس في حالة ذهول وفي حالة صدمة كبيرة ربما لا بدأت تعبر عن نفسها هذه الحالة في الشارع وأدنى نشهد في اليومين الأخيرين خروج الناس إلى الشوارع لتتحول مسألة كورونا برأيي إلى تفصيل في حياة الناس اليوم في ظل الضغط الهائل الذي يعاني منه الناس على المستوى المعيشي في بلد يستورد تسعين بالمئة مما يعني يستخدمه أو بما يعيش يعني كل المواد الغذائية كل شيء يستورد في لبنان وهذا أزمي وجه آخر للأزمي للبلد الذي يؤكد يشير إلى أن السياسات التي كانت أو الحكومات المتعددة لم تولي اهتمام للإنتاج تقول أن الناس في حالة صدمة في لبنان ماذا تريد الاحتجاجات بالضبط؟ اليوم ما هو المطلب الحقيقي؟ هو في وجه كل هذه السلطة يعني في حالة غضب لأن هذه السلطة تمارس سلوك لا مسؤول في الحد الأدنى إذا لم نذهب إلى سلوك متآمر على مصالح الناس الانتفاضة من ستة أشهر تحصل حتى اليوم لم يحصل أي إجراء تشكلت حكومة قيل أن هذه الحكومة ستأخذ إجراءها لم تأخذ موافقة الشعب وهذه الحكومة شكلها فريق سياسي لكن يبقى أن هناك كان يمكن أن تقوم بمبادرة بعمل ما بخطوة ما ولا يجب أن تقول هذه الحكومة أنني لست مسؤولة عن ما سبق هي تأتي هذه الحكومة لتتولى المسؤولية وهي تدرك ما هو الواقع الحال وبالتالي تفترض أن لديها حلول أن تقدمها لم تقل شيئا هذه الحكومة تقف متفرجة بل الأسوأ من ذلك أنها دخلت في لعبة تصفية الحسابات السياسية واضح أن هذه الحكومة حكومة حسان دياب هي تبدو اليوم ذراع أو أداة في يد الأكثرية إذا صح التعبير في يد حزب الله والطيار الوطني الحر في مواجهة الأطراف الأخرى بمعنى أن الفساد في لبنان اليوم هو الفساد الذي خارج السلطة بطبيعة الحال الكل أفسدوا إلى حد ما ومستويات مختلفة لكن هذه الحكومة لا يجب أن تبدأ أو أن تقول أن تعمل على وطيرة الانقسام السياسي القائم هي قدمت نفسها على أنها حكومة مستقلة قدمت نفسها على أنها محايدة بمعنى في المعركة السياسية القائمة لكن السلوك السياسي يقول اليوم في مواقف رئيس الحكومة وفي تصرفاته وسلوكه يقول أن هذه ذاهبة إلى تصفية حسابات سياسية دون أن تقدم أي فكرة أو أي حل أو أي خطوة تشيري على أنها يمكن أن تعالج الأزمات القائمة المالية والاقتصادية والإدارية أتوجه للدكتور جاسم بداية نريد أن تشخص لنا ما يحدث في لبنان اقتصادياً يعني اقتصادياً نحن نعرف أن الثقة معدومة والثقة هي أساس الاقتصاد هناك خلافات سياسية عم بتخلي أنه ما في شيء عم يشتغل الكورونا أصلاً هو معطل النشاط الاقتصادي الفساد بعده مستشري مثل الأول ما تغير شيء حقيقة على أرض الواقع في إنعزال عن العالم لا يوجد دولار في السوق الأسعار بارتفاع جنوني كل هذه العوامل حقيقة عم بتبلش تظهر مشكلة اجتماعية واقعية حقيقية هي أنه في عندك طبقة من الناس وصلت على باب المجاعة بعد مجاعت بس رح تصال على باب المجاعة والتظاهرات اللي عم نشوفها هي متل مؤشر لما ينتظر حقيقة لبنان في الأشهر القادمة باستمرار الأزمة كما هي نحن نعرف أنه اليوم الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اللي بعده عم يشتغل لا يزيد عن المئة وثمانين دولار وهذا أمر كارثي حقيقة في عندي أربع أضعاف انخفاض للقدرة الشرائية للمواطن وبما أنه 85% من الاستهلاك الغذائي هو مستورد لذلك مع ارتفاع بدولار حقيقة يعني كل شيء عم يرتفع القدرة الشرائية تنضرب أكثر وأكثر وبالتالي نحن باعتقادنا الأيام أو الأسبوع اللي قادمي رح تبين المجاعة بشكل أكبر ورح يكون في عندي نوع من أنواع ردة الفعل العنيفي يلي باعتقادي الشخصي رح تطال مش بس المواطنين كمان القوى الأمنية وهذا الأمر يعني ما بعرف السلطات القوى السياسية بعدها لحد هذه الساعة عم تتناحر وأكيد ما عم بحكي بالسياسية ولكن هذا مثل ما بقوله ملاحظة الوضع يقود لبنان إلى المجاعة كما تقول دكتور جاسم من يتحمل المسؤولية؟ القوى السياسية بامتياز هي من تتحمل المسؤولية عادة كان في ربط نزاع أو ما يسمى عنا بلبنان ربط النزاع يعني في سقف للخلافات بين القوى السياسية الظاهر أنه هذه المرة ما فيه ولا أي ربط نزاع ما فيه سقف للخلاف السياسي وبالتالي هذا عم ينعكس بالدولار وبالتالي لا سقف للدولار لا سقف للدولار مش ممكن حلا يقدر يقول لك قداش الدولار بكرة بده يساوي أو بعد بكرة دكتور حيدر هل حسن دياب وحكومته في ورطة أمام أزمات متتالية؟ هل يتحمل المسؤولية برأيك؟ طبعا لا لا يمكن أن نحمل مسؤولية عشرين سنة من إدارة البلاد إلى حكومة لم تتولى البلاد منذ ثلاثة أشهر يعني لم ينتهي على وقت هذه الحكومة أكثر من مئة يوم فبالتالي لا يمكن أن نحمل عبء السياسات شوف المشكلة في لبنان الآن بغض النظر عن السياسة يعني وأي كلام في السياسة المشكلة هي اقتصاديا مشكلة سياسة مالية سياسة مصرفية الطريقة التي تبعها مصرف لبنان بطريقة الدين العام وتمويل الحكومة هذه السياسات الهندسة المالية هذا أمر غير متعارف به في كل البنوك المركزي في العالم المهمة الأساسية للبنك المركزي هو الحفاظ على النقد الحفاظ على الأموال المودعين في المصارف أين هي أموال المودعين هذا السؤال السؤال يطرح للمصارف المصارف أخذ جزء كبير من أموال المودعين ووضعتها في سندات خزينة أو في استثمارات خارج لبنان وهذا أمر خطير جدا في العام الماضي كان مجموعة الودائع في البنوك حسب جميع المصارف والبنك المركز كان هناك في لبنان تشير بكلامك إلى مؤامرة سياسية تجريب في البلد يوصلك لنتيجة من فضلك اليوم بالودائع حسب جمعية المصارف والتقرير المنشور في الصحف وفي جمعية المصارف يوجد في لبنان من ودائع 170 مليار 30% منها بالليرة اللبنانية و70% بالدولار كيف يمكن أن يختفي الدولار بهذا الفجأ واللبنانيين بحاجة إلى الدولار والمصارف بحاجة إلى الدولار والتجارة بحاجة إلى الدولار إذن أفهم أن هناك لعبة نعم لعبة على الشعب اللبناني على المودعين أموال المودعين هي جزء بسيط جدا يعني من الودائع الموجودة السياسة المالية التي تتبعها الدولة كانت منافية كليا لطبيعة السياسة المصرفية التي كانت موجودة في لبنان وهذا تضارب ما بينما نسميه بالفسيكال بوليسي والمونتري بوليسي والدكتور عشاء يعرف هذا الكلام أما أن أقول أنا اللوم على فلان واللوم على حزب الله فشل حسن دياب في احتواء الأزمة نعم أم لا من لدي حسابات سياسية لا يعني يجعلها بدار حزب الله كل السلطات الموجودة في لبنان هي مسؤولة كل الزعماء مسؤولة أنا لا أتكلم في السياسة ولا أتكلم في الاقتصاد من مسؤول هو مسؤول من هو قائم على السياسة المالية والسياسة المصرفية في لبنان التي أدت إلى هذا المكان وإذا كان هناك طيب بعيدا عن تصفية الحسابات وصراعات الداخلية دكتور حيدر لماذا تتمسك الطيارات بالمهمة وهي عاجزة عن حل الأزمات أنا أقول هناك أناس متورطين من السياسيين نعم ويجب أن نكون نحن واضحين جدا هناك جزء من الطبقة السياسية متورطة بهذا الأمر وهذا واضح وإلى من أين لهم هذا الثراء من أين لهم هذه الأموال من أين لهم هذه الاستثمارات هذا من حق الشعب اللبناني أن يحاسب هؤلاء الآن أتت هذه الحكومة لتحاسب هؤلاء الناس هناك من لا يريد المحاسبة الناس ويتهم فلان يتهم فلان وفلان يتهم فلان الآن من حرك الشارع؟ بعد أن أرادت الحكومة محاسبة الفاسدين تحرك الشارع لم يتحرك الشارع من ثلاثة أشهر ما السبب؟ المخاطر الآن عن اللبنانيين. أنا لا أتحجج بكورونا وغير كورونا. أنا أعيش في بريطانيا الآن في حجر. الحكومة قالت لي تجلس في البيت وأنا جالس في البيت. أنا أتزم لأنه أعرف أنه هناك مصلحة عامة. لكن لا تستطيع الحكومة الآن في لبنان أن تحصل أموال اللبنانيين إلا إذا عقبت الفاسدين. بغض النظر من يكون هذا الفاسد. تظهر الحقائق واللي يكون هناك تحقيقات من هو الفاسد ومن سرق ومن هرب الأموال. ويحاسر حسب القانون اللبناني. واتحاد أموال القدعين لهم. أعود لأستاذ علي أمين. هناك مؤامرة سياسية بالبلد. أستاذ علي برأيك؟ لا أعلم ما هو القصد بالمؤامرة السياسية. لكن بالتأكيد هناك سلطة تحكم هذا البلد. هي من تتحمل هذه المسؤولية. وكلنا يعلم المؤتمرات التي حصلت. وأخيرا مؤتمر سازر قبل ثلاث سنوات. وضع مجموعة شروط على الحكومة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية. أن تقوم بها من أجل أن يتم دعم لبنان ومساعدات لبنان في جملة أمور تتعلق بالجانب الاقتصادي. وهذه الحكومات مع الأسف وهذه السلطة لم تستجب. كان نوع من الترف أو إذا صح التعبير الشعور بيعد باللا مبالاة أو باللا مسؤولية بالحد الأدنى. بهذا المعنى كانت هذه السلطة تتعامل بهذه الطريقة. مع كل حتى محاولة مساعدة لبنان. الأمر اليوم أنه فيما يتصل بالمسؤوليات. أنا أعتقد إلى حد كبير. هذه السلطة بمجملها مسؤولة. السياسة برأيك. هذه السلطة مسؤولة. برأيك. أين الخلل في الأداء الحكومي؟ أستاذ علي الأمين. أين الخلل في الأداء الحكومي؟ بالضبط. أولا كان الخلل لأن هذه الحكومة هي أداة للأكثرية. هي لم تغير. يعني كلنا اليوم نسمع الرئيس بر يقول لدي وزيرين. في سيمان فرنجية عمل مشكلة في فترة سابقة وأصر أنه يريد أن يسحب وزرائي. جبران باسيل الرئيس طيار الوطن الحر يتحدث أيضا عن وزرائي. هذه الحكومة هي حكومة أكثرية. وهذه الحكومة لا يمكن أن تحاسب نفسها. بمعنى أنها لا تستطيع أن تفتح ملفات الفساد. لأن ملفات الفساد ليس الشعب هو الذي قام فيها. المسؤولين وفي سلطاتهم متراكمة. مسؤولين متراكمة. في ملف وزارة الطاقة هذا أبرز ملف الممكن فيه. ملف الاتصالات. ملفات حتى مصرف لبنان. يعني مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. هل كان يقوم بإجراء من دون أن يكون هناك تغطية سياسية؟ وإلا لكاننا سمعنا كلاما ضد حاكم مصرف لبنان. ما الجديد حتى يتحرك الشارع من جديد؟ قديم هذا الكلام الذي تقول أستاذ علي الأمين. ما الجديد حتى يتحرك الشارع من جديد؟ لا أقول جديد. لأنه اليوم في معركة حاكم مصرف لبنان. اليوم حملة كبيرة. ونشر نوع من الانقسام السياسي حتى قامت البطرقية المارونية وتحدث. وأدخل موضوع حاكم مصرف لبنان. وهذا خطأ كبير في اللعبة الطائفية. ما إلى ذلك. الذي حرك الشارع اليوم خطر المجاعة. كما قال عجق. دكتور جاسم. الذهول سميته لأن ما تراه اليوم اليوم ما تراه الناس غير مفهوم وغير مستوعب. وبالتالي في شيء من حالة ردة الفأل. وأنا أعتقد هناك شيء من الجنون يمكن أن نشاهده إذا بقي الوضع على ما هو عليه في الشارع في الأيام المقبلة. دكتور جاسم بصفتك خبير اقتصادي. أين الخلل في الأداء الحكومي؟ ربما أكرر السؤال. حقيقة أنا باعتقاد الشخصي هذه الحكومة كرئيس وأعضاء بالمفرق يعني منفردين. حقيقة عندهم ميزات كثير عالية. وما فينا إلا نحترمهم. والعديد منهم بعرفهم شخصيا هم اختصاصيين. ولكن قرار الحكومي ليس بقرار مستقل. أقله هذا ما أبرزته التعيينات الإدارية إن كان بمصرف لبنان أو التعيينات القضائية أو على العديد من الملفات مثل الكابتال كونترول أو الهيركات عم نشوف أنه فيه تأثير كتير كبير للقوة السياسية على القرار الحكومي شئنا أم أبينا. أنا باعتقاد الشخصي حكومة الرئيس حساني دياب تتعرض لأربع أنواع من الضغوطات وهذه الضغوطات ستعطل عملها. واحد الضغوطات الخارجية ما ننسى أنه فيه إعلايا ضغوطات خارجية وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين عندها ضغوطات من القوى السياسية لأن القوى السياسية نعم عم بيكون فيه عندها مثل ما بيقولوا ناسا جوها. ثلاثة من الشعب اللبناني لأنه الشعب اللبناني كمان عم بيطالب حكومته بالعديد من الإصلاحات. وآخر شيء من الأسواق لأن الأسواق ناطرة من الحكومة أنه تطلع خطة إنقاذية ما عم تطلع هالخطة إنقاذية. لذلك أنا باعتقادي هذه الضغوطات كلها ستتعطل عمل الحكومي مع العلم مثل ما قلت لحضرتك سيدتي الكريمة أن هذه الحكومة كرئيس وأعضاء حقيقة منفردين هم أشخاص أكثر من جيدين. طيب دكتور جاسم معظم الحكومات لديها مشاكل اقتصادية متراكمة العراق مثلا دولة نفطية إلا أنه يشهد ذات الاحتجاجات اليوم في لبنان الإشكالية ليست سياسية بقدر ما هي اقتصادية كما تفضلت. باعتقادي سيدتي لبنان والعراق يمتلكان تقريبا نسيج مجتمع مختلط وهذا الأمر يخلق عنصر طائفي هذا العنصر الطائفي هو حماية للفساد المستشري سبب الأزمات اللي عم بمر فيها لبنان هو الفساد الفساد المستشري إن كان السرقات اللي عم بتصير بأجهزة الدولة مؤسساتها وإلى ما هنالك إن كان غياب الخطط الاقتصادية للنهوض الاقتصادي وإلى ما هنالك لذلك الفساد المحميات هذه الطائفية يعني مثلا إن كان في العراق أو كان في لبنان ملاحقة فاسد ممكن أنه يخلق حرب طائفية مذهبية بالبلد وهذا الأمر كتير خطير نحن باعتقادنا إذا ما فيه انتقال لدولة مدنية لا يمكن أنه تقدر يتحاسب الفساد وحتى لو اكتشفوا غاز ونفط في لبنان رح يصير فيه مثل ما عم بيصير من العراق لن يكون هناك أي تأثير بمجهور منظومة فساد أقوى من مؤسسات هذا الفكرة دكتور جاسم دكتور حيدر ذكر ضيفي قبل قليل دكتور جاسم أن الثقة معدومة وثقة هي أساس والاقتصاد كما قال إلى أي مدى يمكن أن تمنح الحكومة اللبنانية الثقة للمواطن اللبناني بعد الآن شوف في لبنان المشكلة نعم صحيح هي مشكلة ثقة بين المواطن اللبناني والسياسي اللبناني نتيجة أدائه لفترة طويلة لم تكن مرضية بالنسبة للمواطن اللبناني وبالنسبة لأماله وتطلعاته بعد مرور لبنان بعدد من الحروب وبالتالي الآن يصل لبنان في مرحلة الاستقرار يعني إلى حالة من التردي على فترة أثناء الحرب الأهلية في لبنان كانت نسبة الودائع ويرجع الناس إلى تقارير مصرف لبنان كان في لبنان حوالي 6 مليارات من الفائد من الأموال ولم يكن عليه ديون إضافة إلى نسبة الدهب الموجودة عنده الآن لدى لبنان 286 طن من الدهب يساوي حوالي 17 مليار دولار تقريبا حسب سعر السوق ولا يستطيع التصرف بها ولديه ديون تراكمت منذ بداية حكومة الرئيس الحريري ومنذ بداية أسلوب أو اتباع أسلوب صندوق النقد الدولي بالاستدانة من الخارج لتمويل الداخل ونحن لا نستطيع أن نسدد هذا الدين هذه السياسة كانت سياسة غير حكيمة ورثت إلى لبنان إضافة إلى هذه الاستدانة كان هناك فساد وسرقات من هذه الأموال التي تأتي يعني الأموال التي كانت تأتي لو استفيد منها في لبنان بالطرق الشرعية المزبوطة وبالأداء الحقيقي لحجم هذه الأموال لما كان اللبنان يعاني من هذه المشاكل عادة إذا استدانت شركة بحدود مثلا لنقول ألف دولار أو مئة ألف دولار ممكن أن تولد من هذه الألف دولار استثمارات أدل ألف دولار على ثلاث مرات بينما في لبنان لم تستطيع هذه الأموال أن تحقق لللبنانيين أكثر من بعض الأعمال أختم الوقت يدهمني دكتور حيدر أختم مع الأستاذ علي الأمين أستاذ علي الأمين هل سيحافظ الحياة على شكله الروتيني أم سيتغير يعني بتقديري في تغيرات كبيرة سيشهدها لبنان أنا أضيف إلى النقطة لمسألة الأزمة الاقتصادية لا في البعد السياسي أساسي يجب أن لا نغيبه في أن مسألة النفوذ الإيراني لعبت دور أساسي في الغياب العربي في تراجع الاستثمارات العربية في لبنان إلى جانب البعد الاقتصادي إلى جانب البعد الاقتصادي والفساد شكرا لك من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين شكرا لضيفي كذلك من العاصمة اللبنانية الأكاديمي والبحثة الاقتصادية دكتور جاسم عجاقة ومن لندن الخبير الاقتصادية دكتور محمد حيدر وشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة